وجاءته بضعة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وقالت أريد ميراثي من أبي فقال لها أنا سمعت أباكي يقول لا نورث يقول لماذا يكرهون عن الروافضة أبا بكر أكثر من غيره الذي يعرفون أكثر من يكرهون عمر رضي الله عنه حتى جاءت الرواية في كتبهم أن الشيطان يغل يوم القيام بسبعين غل في نار الجهنم فيلقى رجل قد غل بمائة وعشرين غلا الشيطان سبعون هذا مائة وعشرون فيأتيه الشيطان يقول ما فعل الشقي ثم يقول الشيطان عن نفسه إنه فعل وفعل وأضل الناس منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة سبعون غل أنت ماذا فعلت في حياتك قال ما تعرفين قال قال أنا عمر فهم يكرهون عمر كرها شدي أكثر من أي بكر رضي الله عنه وعندهم ورد بعد المغرب في لعن عمر يقولونه في لعن عمر رضي الله عنه وكذلك عندهم أن الشيطان في الدرك الأسفل من النار تحته أو بكر ثم تحته عمر يعني شد مخلوق يعذبه عمر ثم أو بكر ثم الشيطان هكذا يقولون الأعذان الله وإياكم من هذا الهديان كراهيتهم لأصحاب النبي كما قلت هي كراهية للدين ولكن جعلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسيلة وإلا فهؤلاء حاقدون على الدين وإنما جعلوهم مطية يصلون بهم إلى مرادهم موطعا في دين الله تبارك وتعالى نبدأ إن شاء الله تعالى في ذكري الشبهة الثانية بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين الشبهة الثانية التي تطالعنا على وهي يقولون إن أبا بكر الصديق منع فاطمة إرتهى وسأذكر لكم الآن الشبهات الثلاث التي سنتكلم عنها خلال هذه الفترة أرسى الله تبارك وتعالى أن يتم ذلك سنتكلم عن ميراث فاطمة سنتكلم عن رزية الخميس التي سأل عنها الشيخ وسنتكلم عن حديث الغدير الذي هو شبهة من نوع آخر وهو شبهة على خلافة علي قبل غيره هذه الثلاث الشبهة فيها الطعن في الصحابة أنهم أساءوا وهذه الشبهة فيها أن الخلافة لعلي وأنه تمت البيعة له رضي الله عنهم أجمعين أما ميراث فاطمة رضي الله عنها فثبت أن فاطمة رضي الله عنها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيعت الناس لأبي بكر والصديق أتت أبا بكر والصديق فطالبته بميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة وهنا انتهى الموضوع ولو وضع أي واحد منكم نفسه مكان أبي بكر أنا سألكم هذا سؤال موجه لكم لو كنت أنت مكان أبي بكر وجاءتك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لك أريد ميراثي من النبي صلى الله عليه وسلم وأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا نورث ما تركناه صدقة فما أنت صانعه هذا باختصار هو موقف أبي بكر أبو بكر الصدق سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث وجاءته بضعة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وقالت أريد ميراثي من أبي فقال لها أنا سمعت أباك يقول لا نورث ولا أستطيع أن أخالف أمره فرجعت فاطمة فلم تكلمه وفي رواية وجدت فاطمة أي غضبت وحزينت فلم تكلمه حتى ماتت هنا أسنى قلنا قبل قليل لما قال علي كنا نرى أن لنا في الأمر شيء تحتمل إيش معنيين لنا في الأمر شيء الخلافة أو لنا في الأمر شيء الشورى كذلك هنا فلم تكلمه تحتمل أمرين لم تكلمه أي خاصمته أو لم تكلمه أي في هذا الأمر انتهى الموضوع لم تكلمه خلاص طيب النبي قال لا نورث انتهى فلم تكلمه بعد ذلك أي في شأن الميراث وليس من بابي الغضب عليه طيب مشكلة عندنا فوجدت فاطمة وجدت تؤيد إيش الغضب إنها لم تكلمه إيش غاضبة لم تكلمه غاضبة لكن إذا علمنا أن هذا الكلام فوجدت فاطمة أنه أيضا من زيادات الزهري وليس من رواية العديد ليس من قول عائشة رضي الله عنها فهنا يتضح الأمر وهو أنها لم تكلمه أي في هذا الموضوع وانتهى الأمر والدليل على هذا أمور عندما نقول لم تكلمه أي في الموضوع الدليل عليه أمور أولا فاطمة ليست من أهل الدنيا التي تسعى للدنيا وتحزن للدنيا وتوالي وتعادي لأجل الدنيا وإلا ما صارت سيدة نساء العالمين رضي الله عنها ففاطمة أكرم من أن يعني تهجر أبا بكر لأجل أيش لعاعة من الدنيا فاطمة أكرم من ذلك رضي الله عنها هذا أولا ثانيا دعونا نفترض فرضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث دعونا نفترض لو قلنا إنه يورث فمن هم الورثة فاطمة والزوجات والعم وهو العباس فاطمة لها النص صحيح فإن كانت اثنتين فلها ثلث وما ترك وإن كانت واحدة فلها النص فاطمة واحدة كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم توفو في حياته إلا فاطمة إذن فإن كانت واحدة فلها النص فاطمة لها نصف الميراث الزوجات الثمن صحيح ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دي ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن في ولد فاطمة الولد فاطمة الولد تطلق على الذكر والأنثى فالنبي له ولد إذن لهن الثمن وهن تسع نسوة يجتمعن في الثمن إذن فاطمة لها النصف والزوجات لهن الثمن ثم نأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر فما بقي لأولى رجل ذكر من أولى رجل ذكر هو عمه العباس عمه العباس إذن يأخذ إيش الباقي تعصيبا ولو أردنا أن نعمل تقسيمة لهذه المسألة كانت من ثمانية وفاطمة لها النصف أربع من ثمانية والزوجات لهن واحد من ثمانية والعباس له ثلاثة من ثمانية صحيح أو لا إذن ليست فاطمة هي الوارث الوحيد هناك ورثة آخر إذا كان الأمر كذلك فنأتي ولنفترض فرضا أن أبا بكر منع فاطمة ميراثها الذي لها وأنه لم يسمع النبي يقول لا نورث ما تركنا صدقة لنفترض هذا فرضا طيب هو حرم مع فاطمة من؟ ابنته من؟ عائشة أيضا من الورثة لم يعطيها طيب العباس لم يتكلم وله قريب من النصف ألا لا له ثلاثة أثمان فاطمة لها أربعة أثمان العباس له ثلاثة أثمان بقية زوجات النبي لهن أيضا ولم يأتين بشيء أو لم يطالبن بشيء عفوا طيب انتهى الأمر هنا توفي أبو بكر بعد سنتين صحيح؟ طبعا توفيت فاطمة في حياة أبو بكر ألا لا توفيت فاطمة في حياة أبو بكر ميراث فاطمة يسقط أو يذهب إلى ورثتها حقها يسقط أو ينتقل إلى ورثتها طيب من ورثت فاطمة يل زوجها وأولادها صحيح؟ من زوجها؟ علي كم له؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع لها أولاد إذن علي كم له؟ الربع إذن علي له الربع من أولاد فاطمة؟ الحسن والحسين وزينب وأم كلثم هؤلاء أولاد فاطمة من علي رضي الله عنهم أجمعين إذن هؤلاء ورثة لهم الباقي للذكر مثل حظي الأنثيين حق فاطمة انتقل إلى ورثتها توفي أبو بكر جاء من والنفر نبوك توفي وهو ظالم لأنه لم يعطيها حقها من بعد أبو بكر؟ عمر هل قسم الميراث؟ لم يقسم الميراث هل طالب علي؟ هل طالب الورثة ورثة فاطمة؟ هل طالب الزوجات النبي؟ هل طالب العباس؟ أبدا واستمرت خلافة عمر كم؟ عشر سنوات الورثة من؟ العباس والزوجات وأبناءه فاطمة وزوجه فاطمة لكن عمر له طريقان إلى الميراث الطريق الأول ابنته حفصة أم المؤمنين والطريق الثاني زوجته أم كلثوم بنت فاطمة عمر زوجته من الورثة أم كلثوم بنت فاطمة من الورثة وعمر له يعني لزوجته حق ولم يعطيها حقها فإذا كان أبو بكر ظالماً فعمر يكون أيضاً ظالماً واستمر مسلسل الظلم بعد أن توفي عمر من استخلف؟ عثمان لم يعطي أيضاً عثمان أحداً عثمان ليس له لا زوجة ولا أبناء ولا شيء من هذه لكن أيضاً لم يعطي أحداً شيئاً فاستمر مسلسل الظلم ومات العباس ودخل ورثهم كثر الآن اللي هم ذريت العباس وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين من بعد عثمان؟ علي لم يعطي أحداً من الورثة ولا أخذ نصيبه علي له نصيب ولا له له نصيباً فاطمة لم يأخذ شيئاً ولم يعطي أولاده الذين هم أولاد فاطمة ولم يعطي أزواجه النبي ولم يعطي أولاده العباس فإذا كان أبو بكر ظالم ظالماً وعمر ظالماً وعثمان ظالم فعلي أيضاً ظالم يلزمهم ذلك بعد علي من الذي حكم؟ الحسن ولم يعطي أحداً شيئاً ولم يأخذ لنفسه شيئاً إذن الظلم مستمر مستمر وأذكر أني ناقشت أحدهم بهذا النقاش بهذا الطريقة وهم يعترفون في كتب النعلياً ما قسم الميراث ولا الحسن فسألت أحدهم قلت له ما تقول شيئي بكر في هذه القضية قال ظالم ما يسير ما يحدث ما يصير ما يصير القضية واحدة هذا لم يعطي وهذا لم يعطي فإذا كان أبو بكر ظالماً وعمر ظالماً وعثمان ظالم ظالم يلزم Vishu والحسن ظالم يلزم كهذا لا ليس بظالم لا تنقش voilà ليس بظالم ما يصير حتى في كتب الشيعة بالإجماع في كتب أن علي لم يقسم الميراث ولا الحسن قسم الميراث فدل هذا على أنه لا ميراث لا ميراث بإجماعهم بإجماع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن على الأقل ولم يطالب أحد بهذا الميراث أبدا وكل القضية أنه في زمن أبي بكر جاء علي والعباس في الصيحين جاء إلى أبي بكر وطلب منه الإشراف على وقف النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يكن عنده وقف وهو حصته من خيبر وحصته من فدك وحصته من بني النظير فكان هذا المال الذي كان يأتي للنبي في حياته صلى الله عليه وسلم من فدك ومن بني النظير ومن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينفقه على أزواجه وقراباته وحاجاته صلى الله عليه وسلم وكان وقفا فجاء عمر مع علي والعباس جاء إلى أي بكر فقال له نريد أن نشرف على هذا المال نحن نقوم به قال أبكر أبدا أنا خليفة رسول الله وأنا أقوم بما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الذي أشرف عليه فظل أبكر هو الذي أشرف على المال في خلافة عمر جاء علي والعباس إلى عمر فقال له دعنا نشرف على المال قال خذه أرحتماني منه فأعطاه لعلي والعباس يسرفان على هذا المال ويصرفانه فيما كان يصرفه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اختلفا علي والعباس وتخاصما فدخل على عمر متخاصمين عليما عمه رضي الله عنهما فلما دخل على عمر متخاصمين قال كنت قد أعطيتكم هذا المال فلما اختصمتما أخذه منكم طلقه فأخذه منهما ومنعهما من إدارة هذا فالخلاف كان في ماذا في إدارة المال لا في تملكه وإنما في إدارته فلما توفي عمر رضي الله عنه عثمان أعطاه لعلي لأن العباس كان قد توفي فصار علي يديره ثم لما توفي عثمان كان علي يديره ثم لما توفي علي كان الحسن ابن علي يديره فلما توفي الحسن كان الحسين يديره وهذا في صحيح البخاري كان الحسين يدير هذا المال فلما توفي الحسين كان عند الحسن ابن الحسن وعلي ابن الحسين يعني واحد من أولاد الحسن واحد من أولاد الحسين كان يديرانه فلما توفي أخذه الحسن المثلث الذي هو الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب فكان هو الذي يديره ثم لما جاءت دولة بن مروان نزعه أحد خلفاء بن مروان ولم يعطيهم إياه هذه تقريبا قصة هذا الميراث فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث صلى الله عليه وسلم ودليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وهو سيد الأنبياء ورأسهم صلى الله عليه وسلم عليه فكيف يورث ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وكان ماله هذا وقفا ولم يكن صلى الله عليه وسلم من جماعة الموال الأموال أبدا بل كان يأتيه الضيف فلا يجد ما يضيفه به فيسأل أصحاب من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فالذي يملك كل هذه الأموال هل يكون هكذا حاله صلى الله عليه وسلم والحديث المشهور في صيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه وأفاق قال لي عائشة أين الدنانير السبع أنفقيها أخشاء أن أموت وعندي سبع الدنانير وفي صيح البخاري ثم أغمي عليه وانشغلت عائشة فلم تنفقها انشغلت بالرسول صلى الله عليه وسلم فلما أفاق أول ما تكلم قال لي عائشة ما صنعت بالدنانير قالت هي عندها قال أنفقيها فأنفقتها رضي الله عنها فهذا الذي صلوات ربي وسلامه عليه يعني يفكر في هذه الدنانير السبعة هل يمكن أن يكون عنده فدك وخيفر وهذا ملكا ويتركه هكذا أبدا لا يمكن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث شيئا أبدا وهو كما قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث فلم يكن ثمة ميرث وإنما هذه دعوة باطلة ادعاها أولئك القوم أنه وقع ظلم على فاطمة وأنه ظلمت وأنه أخذ حقها وأنه استؤثر بهذا المال هذا كله من الكذب والزول والبهتان فلا استأثر بالمال أحد ولا ظلمت فاطمة رضي الله عنها ولا كان هذا من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم ثم وذكر ما أخذ شيئا لنفسه ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسد رضي الله عنهم أجمعين وأما دعوة أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز وهرث سليمان داوود أو قال عن زكريا يريثني ويرث من آل يعقوب يعني يحيا يريثني ويرث من آل يعقوب فقال هذا في القرآن أنهم يريثون ويورثون وهذا كلام غير صحيح لأن الميراث هنا ليس ميراث المال أبداً ولا يليق ولا ينبغي هل يليق برجل صالح رجل صالح هل يليق برجل صالح أن يقول اللهم ارزغني ولد حتى لا يأخذ الفقراء أموالي حتى يأخذ الأموال هل يليق برجل صالح فكيف يليق هذا بنبي بزكريا يدعو الله تبارك وتعالى يقول يريثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضية لا يمكن لا يليق بالنبي أن يسأل الله الولد فقط ليريثه ثم تعالوا ننظر ماذا كان عند زكريا من الأموال في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان زكريا نجاراً يأكل من عمل يده ماذا كان عند زكريا صلوات ربي وسلامه عليه يقول كان زكريا نجاراً يأكل من عمل يده صحيح مسلم فلم يكن زكريا من التجار الأغنياء حتى يقال إنه يقول اللهم ارزغني ولداً يريثه هذه الثروة التي لا أدري ما أصنع بها ثم تعالوا لنسأل سؤالا ماذا قال زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب كيف يرث من آل يعقوب في أحد يرث من آل أين آل يعقوب من زكريا هو بالكاد يرث والده كيف يرث من آل يعقوب ثم بين زكريا ويعقوب كم أب مئات زكريا من آخر أنبياء بني إسرائيل من آخر أنبياء بني إسرائيل ويحيوى عيسى وانتهى الامر وهو ادرك عيسى ويعقوب هو اسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت بني اسرائيل تسوسهم الانبياء وقد جاء في حديث ابي دار لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الانبياء قال جم غفير اربع وعشرون ومئة الف نبي واكثرهم من بني اسرائيل فكيف لزكريا ان يقول بعد موت يعقوب بمئات السنين يقول يريث ويرث من آل يعقوب ما الذي يملكه آل يعقوب النبوة ما العامل المشترك بين زكريا ويعقوب النبوة وليس المال العامل المشترك بين زكريا وبين يعقوب هو النبوة ولذلك قال واجعله ربي رضية ولم يكن ولم يقول غنية وانما قال رضية اي نبيا صالحا فما سأل زكريا الولد ليرث ما له اذ ليس له مال وانما اراد غلاما زكية تقية رضية صلوات ربي وسلام عليهم اجمعين وكذا داود وسليمان الله تبارك وتعالى لما ذكر داود وسليمان قال سبحانه وتعالى وورث سليمان داود هل ورث المال اولا داود كما هو يعني معلوم في كتب يعني العهد القديم داود قال له ثلاثمائة زوجة وسبعمائة سرية ثلاثمائة زوجة وسبعمائة سرية وله اولاد كثر لماذا يرثه سليمان فقط لا يمكن ثم هل هذا امر ذو شأن يذكره الله في القرآن وورث سليمان داود اذا كان ورثة مال كل ولد يرث ابا كل ولد يرث ابا هذا امر طبيعي لكن الله اراد شيئا اخر اراد ميراثا غير ميراث الناس وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء فدل على ان ميراث سليمان ليس كام عامة ميراث الناس وانه ميراث خاص وهو ميراث نبوة ولذلك صار سليمان نبيا بعد ابيه داود صلى الله عليه وسلم والقد اتينا داود وسليمان علما فالقصد ان ميراث سليمان من داود عليهم السلام انما كان هو النبوة والعلم وليس ميراث المال وبالتالي فليس لفاطمة ميراث رضي الله عنها وهي رضية بذلك ولم تكلمه اي في المال ولا يليق بفاطمة كما قلنا ان تحزن الاجل لعاعة من الدنيا وليست هذه اخلاق فاطمة وليست بهذا نالت شرف كونها سيدة نساء اهل الجنة وسيدة نساء العالمين رضي الله عنها وارضاها خاصة اذا علمنا ان فاطمة توفيت ولها من العمر خمس من وعشرون سنة فما كان الموضوع موضوع مال وما كانت تطالب مال ولا كانت هذه اخلاقهم بل فاطمة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وطلعت منه خادما قال الا ادلكما على خير لكما من خادم تسبحان الله اذا جئتما فراشكما فراشكما ان تسبح الله ثلاث وثلاثين وتكبيرها ثلاثين وتحمدها اربعة وثلاثين هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فما كانت فاطمة من طلاب الدنيا وحزنها لاجل الدنيا وموتها لاجل الدنيا ابدا ابدا رضي الله عن فاطمة نعم لكن فاطمة تعلم انه هناك فدك وهناك خيبر وهناك مال من بني النظير يأتي النبي كل سنة فكانت تظن انه من الميراث فبين لها ابكر ان هذا وقف وليس ميراثا انتظر اللي وخيبر وفدكو نعم لا هذه اراضي افتتح النبي صلى الله عليه وسلم صار اهل خيبر لما فتح النبي خيبر كما تعلمون خيبر انقسمت الى قسمين لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية في اول سنة السابعة انقسمت الى قسمين جزء من خيبر استسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصالحك ولا نقاتلك فصالحوه على نصف ثمار خيبر انهم يعدونها الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى بالفي ونصف اي نصف ثاني من خيبر قاتلت وهذا القتال الذي حدث بين مرحب اليهود مع علي بن ابي طال ومبقية الصحابة رضي الله عنه صار قتال النصف الاخر من خيبر وفتحت عنوى وقسمت غنيمة بين المقاتلين فالنصف الذي كان فيه الصلح هذا كان يدفع للنبي خاصة صلى الله عليه وسلم ثم كذلك فدك هي ارض قريبة من خيبر كانت ايضا فتحت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه مال من هذه الارض وهي فدك واما بني النظير كذلك لما خرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كذلك ارضهم كان خراجها يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم خاص بالنبي وقت صلى الله عليه وسلم نعم يقولنا عمر وابا بكر ذهبا الى علي يطلبان منه البيعة فطرق الباب ففتحت فاطمة فضرب عمر فاطمة بالباب أو الباب بفاطمة فأسقط جنينها وكسر ظلعها وكانها سببا لوفاتها ثم بعد ذلك أخذوا علي أن يجرونه كالخروف حتى بيع علي بكر هذه القصة قلنا بعض لا تليقوا بأخلاق علي ولا بشجاعة علي ولا بأخلاق الصحابة ولم يكن الصحابة كذلك والله كأنها بلطجية والله صحيح هل كذا كانت أخلاق الصحابة أهل قيام ليل وهل صلاة وهل صيام وهل نفق وهل كذا هذا ليس عمل للصحابة والله لا يليق ليس هكذا كانت سيرتهم رضي الله عنهم يضربه ويطرق الباب ويكسر الباب في صدر ابنته ويجره كالخطعا بايع لا ما هكذا كانوا أبدا هذا والله تمثيل في تمثيل أبدا وحتى هذا الذي يقال يعني فاطمة عمر ضربها بالباب فكسر ضلعها وأسقط جنينها أين علي والله صحيح أين علي أيها الشيخ الطيب لو كنت وإن شاء الله ما تكون لكن هل ترضى لنفسك أن تضرب زوجتك أمامك هكذا وتسكت تنظر هكذا ماذا تفعل حتى تموت صحيح والله كلامه صحيح وهكذا يفعل كل إنسان شريف تضرب زوجته هكذا ويسقط جنينها ويكسر ضلعها وهو جالس يسكت هكذا قيل لهم طيب علي لماذا قال الرسول قال لا تفعل شيئا يعني الرسول قالوا تقبل إهانة ولتضرب ابنتي ولا تفعل شيئا هل يقول الرسول ذلك شوفوا طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لأجل هذه القضية فهذا كذب ونزور لا شك في هذا لا شكرا لكم